بسم الله الرحمن الرحيم ويتجدد اللقاء سيداتي سادتي أهلا وسهلا بكم مرة أخرى في هذا الشريط المتجدد دائما بإذل الله يعني الآن في غزة بتغلي إسرائيل انهزمت إحنا لما كنا نقولكم قبل ثمن شهور إنه إسرائيل حتى انهزم يقولوا يا الله يا أبو عطوان أنت بتبالك والله يا أبو عطوان أنت مش واقعي أبدا إيش إسرائيل هاي قوة عظمة كيف تهزمها حركة حماس وصرايا الجهاد والمجاهدين يقول لهم يا جماعة طولوا بالكم الأرض تقاتل مع أهلها حتى البحر حتى بحر غزة بيقاتل مع أهله وشفتوا كيف فكت هذا الميناء الأكذوبة الأمريكي فهاي المسألة كثير كثير مهمة فبدنا نركز على هاي تجددت الأخبار مرة أخرى أنه في مكتب السياسي لحماس بواجه صعوبات في الوجود أو في إيجاد مقر إلو خاصة أنه الآن المفوضات انهارت والدوحة رمكن تقول لهم خلص مع السلام الأمر الثالث جديد في هاي المسألة هي تتعلق بتجدد اللقاءات السورية التركية وفي اجتماع صار مؤخرا طب ليش الآن تجددت هاي اللقاءات بعد ما ماتت فترة طويلة جدا على أي حال حاجات كثيرة إن شاء الله حنتوقف عندها نبدأ بالوضع في قطاع غزة في قطاع غزة إسرائيل انهزمت في انقسام خطير جدا داخل إسرائيل الآن هذا الانقسام الجيش تمرد على القيادة السياسية الجيش صار يأخذ قراراته ويطلع لهو قرار أو يعلن هدنة تكتيكية من الساعة ثمانية صباحا للساعة سبعة مساء في أجزاء من مدينة رفع طيب هذا كله بسبب الخسائر الكبيرة جدا اللي بتوقع كل يوم في قطاع غزة في أوساط الجيش الإسرائيلي الجيش نهار صار الجنود ينتحروا يقول لك أنا بنتحر يعني بنتحر سواء قبل ما يروح على غزة خعشة أو بعد ما ينهزم ويروح من غزة فالحالتين الانتحارات بتزيد بشكل غير مسبوك فالأمر الآن الجيش الإسرائيلي يعترف إحنا نهزمنا الجنرات الإسرائيليين بيعترفوا إحنا نهزمنا في غزة ونهزمنا في جنوب لبنان أو في الجليل الأعلى والجليل الأدنى يعني حالة يرثل كمان مجلس الحرب حلوه هذا المجلس الحرب اللي كانوا يفتخروا فيه عنده مجلس حرب وحكومة وحدة وطنية وبالمعارضة مع الحكومة انتهى كليا كان سراح وبعدين كمان اللي هو إذن كنت روح استقال وقلنت الآن على وشك الاستقالة ويعني ما حصلت هاي في تاريخ دولة الاحتلال منذ أن اقيمت قبل أو اغتصبت يعني قبل 76 عاما هاي هذا تطورات مهمة في ظل هاي التطورات وبطلت اللي هو الذراع الإعلامي أو للعسكر أو للقوات المسلحة في المقاومة بطل قادر يعد كل يوم العدد أو كل ساعة العدد بتزايد وخاصة بعد هذه الإعجاز الكبير اللي تبثل في نصف دبابة من طراز النمر هذه دبابة حاملة جنود يعني دمروها وانحرقوا اعدموا ثمن أشخاص داخلها والقتل مستمر ما توقف أبدا لا في غزة ولا في جباليا ولا في بيت حنون ولا في الشجعية ولا في رفح ولا في خان يونس جحيم الآن الإسرائيليين يعيشوا حالة من الجحيم وكل الناس صار يقولوا أو الخبراء والجرارات السابقين يا أخي وقفوا هالحرب احنا نهزمنا الجيش الإسرائيلي اتخذ قرار هو قيادة الجيش الإسرائيلي قالت خلص انه احنا بدنا نوقف هاي الحرب وهدنا في غزة هدنا في رفح في أجزاء من رفح على وجه التحديد وبدنا نفتح الطريق أمام المساعدات لأسباب إنسانية أي انتو بتعرفوا الإنسانية انتم لكم علاقة بالإنسانية انتو خلص انتم مجرمين انتو قتلة الآن العالم كله بدينكم بحكمة العدد الدولية بدينكم بحرب إبادة محكمة الجنايات الدولية فهاليومين القادمين بدون يصدروا قرار بإلقاء القبض على نتانياهو وكل جنرالاته فالأمور بتتغير بشكل متسارع جدا والفضل في ذلك للصمود الفضل في ذلك للمقاومة الفضل في ذلك لإدارة الحرب إدارة الحرب أمر غير مسبوك وكمان إدارة المفاوضات يعني والله إنه هذا يعني القيادة حماس في الداخل اللي بتقود المفاوضات والله بزت الجميع والله أثبتت أنها عندها رؤية استراتيجية غير عادي وأنه لأنها رفضت تقع في المصد الأمريكية والإسرائيلية واللي هو عبر الوسطاء العرب رفضوا ويوقعوا هايوا بتفضل اللي بدهم هي بتحقق هايوا الجيش الإسرائيلي بيتمرد وهايهم بيعملوا هدنة تكتيكية من جانب واحد وبدهم يفتحوا وتتدفق المساعدات فهذا كله لأنه في عقول جبارة في ناس دهات قاعدين بيديروا هاي المعركة وبيديروها تفاوضا وبيديروها في كمان نفس الشيء عسكرية وما تنازلوا عن مليمتر واحد من الحقوق والمطالب ولأنهم ما بيثقوا لا بيثقوا بأمريكا ولا بإسرائيل ولا حتى بالوسطاء العرب ولا غير الوسطاء العرب يعني أبدا في هذا الموقف القوي هذا الموقف المتمترس في الأرض هو اللي خلى أو بربك إسرائيل الآن حالة ارتباء غير عادي زي ما حكينا نتنياهو حل مجلس الحرب وكمان الآن في تمرد في الجيش الإسرائيلي هذا ما حصل ما حصل يعني نتنياهو بيقولك لا إحنا دولة عندها جيش مش جيش عنده دولة يا أخي كلام كذاب أنت هذا الجيش هو اللي عملت دولة وهذا الجيش هو اللي اغتصبت دولة فالآن هذا الجيش قال له أنت هلكتنا أنت دمرتنا أنت ورطتنا أنت ورطت لا فرجت على أسرة ولا انت صارت في قطاع غزة ولا قضيت على حباس ولا قضيت على السنوار ولا ضيف الجنرال محمد ضيف ولا حدث إيش اللي تحكيه فأخذوا قرارهم لوحدهم وحالة حقيقة انهيار غير عادية وضعف غير عادي وبالإضافة لذلك كبان في حرب استزاف في جنوب لبنان فهذه كل الوضع انهيار المفاوضات وتفوق المقاومة والحاقها خسائر كبيرة جدا يعني لحتى الآن الإسرائيليين ثلاث آلاف وثمانمية وخمسين جريح بالضابط وجدي كمان حتى الآن قتل ستمية واثنين وستين يعني أصيب منهم يعني خمسمية واثنين وثمانين إصابتهم يعني قاتلة هذا كله بس من بدء الحرب البرية وإحنا قلنا أنه الحرب البرية هذه هي بقتل إسرائيل لأنه الأرض بتدافع عن أهلها وتقاتل مع أهلها حتى البحر بيقاتل مع أهله بحر الأبيض المتوسط بحر غزة اللي هو فكك الميناء الضرار هذا اللي هو فيه اللي عملته أمريكا عشان ترحل الفلسطينيين اتفكك كله كل خططهم خربت لأنه فيه عقول جبارة بتخطط في هذا الأمر الأمر الآخر في نفس الإطار اللي هو كثر الحديث الآن عن أنه خلاص قطر طلبت من حماس إنها تغادر أو المكتب السياسي لحركة حماسي غادروا الدوحة وفعلا وأنا بحكي من معلومات موثقة إنه صارت فيه اتصالات مع أكثر من بلد اتصالات مع تركيا اتصالات مع لبنان للضحية الجنوبية اتصالات مع إيران حتى اتصالات مع الجزائر على أساس إنه يكون فيه قاعدة جديدة أو فيه مكتب سياسي جديد في هذه الدول بعد الخروج من الدوحة والدوحة قالت بصراحة إنه إحنا إذا طلبوا مننا الأمريكان ما بنقدر نخلي حماس إحنا جبنا حماس بطلب من الأمريكان وبنطلعهم بطلب من الأمريكان فهذا تطور خطير جدا يعني أنا بعتقد إنه المجاهد يحيى السنوار هو أكثر إنسان مستقل في التاريخ العربي الآن هذا رجل هو يملك قراره ولا أعتقد إنه مهتم حتى بقضية إنه طلعوا من الدوحة ولا رجعوا من الدوحة ولا راهوا على تركيا ولا سائل عن هذا الموضوع نمركز كل شيء في الداخل وكيف إنه يركب خوزيق للإسرائيليين وأبدا الخوزيق قاتلة مش سائل إنه وين يروحوا وين يجوا هذا الآخر شيء بفكر فيه هذا الرجل حقيقة قوي لأنه مستقل هذا الرجل قوي لأنه قاعد في نفق قاعد في نفق سامعيني قاعد في نفق مش في قصر هذا مستقل كمان وقراره في إيده مش في إيد حد ثاني على الإطلاق يعني لا بده يجدد إقامة ولا بده خروج عودة ولا بده راجعة المخابرات يقولونه في المطار والله إرجع روح راجع المخابرات ولا إنه بده إذن مغادرة ولا منع السفر كيف؟ والله مهيز يلا كل الفلسطينية بيتمنوا هيك كل خاصة الفلسطينية في الخليج وفي غير الخليج وفي الأردن وفي كلها يعني الحمد لله قاعد وهذا سبب قوته هذا سبب صلابته هذا سبب إنه صموده لحتى الآن هذا سبب انتصاراته فهي حقيقة يعني أنا يعني والله بهني البجاهد السنوار على هذه الإرادة القوية وعلى هذه الحرية ما في أحلى من بلده ما في أحلى من أنفاق بلده ما في أحلى من شاطئ بلده ما في أحلى من هوا بلده ولا بده حدا ولا بده فلوسهم ولا عمره طلب مد إيده لما وقفوا عليه بديش أحكي عندي أسرار والله كثيرة لما وقفوا عليه الثلاثين مليون دولار كل شهر راح خفض الرواتب بنسبة خمس وخمسين في المية وقال لهم بلطوا البحر والله ما بتراجع سنتيمتر فهذا هو سبب قوة السنوار حقيقة فالحمد لله الأمور بتمشي بشكل متسارع وزي ما بدها المقاوم طبعا دمروا دمروا معبر رفح والصالة المغادرة طب وين مصر؟ وينك يا مصر؟ وينك؟ وينك؟ يعني هذه مسألة كثير 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 مهمة جدا فيه الآن رجع الحوار السوري التركي تركيا خايفة لأنه فعلا الأمريكان دعموا الأكراد أو المعارضين لتركيا وكانوا بدهم يعملوا مجلس حكم أو بدهم يعملوا برلمان أو مجلس وطني فهذا أردوغان قال لهم والله للأمريكان بحرقهم حرق وبحرقكم كمان يعني مسألة هاي ممنوعة خط أحمر فصار فيه لقاء الآن بين تركيا على مستوى أمني وسورية في قاعدة حميميم اللي هي الروسية في الشمال السوري فهذه مقدمة لأنه كمان الآن بدها تصير تفاهمات سورية تركية وين بدها تصير؟ بدها تصير في بغداد يمكن في الأيام الثلاثة أو الأربعة الجاية هذه بعد وساطة محمد شيع السوداني اللي هو رئيس الوزراء العراقي كمان تركيا بدها خايفة خايفة يصير في استقلال أو في حكم ذاتي في الشمال السوري وهذه صدمة وضربة للرئيس أردوغان الآن حتى للرسائل اللي بوصلها الرئيس أردوغان أنه إحنا مستعدين أنه ننسحب من الأراضي السورية لكن السوريين يعني حذرين جدا ومخذين وقتهم وراحتهم ويقول لك إحنا بدنا أفعال مش بس أقوال فهذه الأمور تتطور في هذا الإطار إن شاء الله أنا والله مع عودة العلاقات التركية السورية وأنا مع السوركية ترجع للوطن العربي قوية وداعمة للمقاومة وداعمة للاستقلال العربي شكرا لكم وإلى اللقاء يوم الأربعاء القادم شكرا لكم